وانا متصور الشخص اللي بيحاول يواظب على صيام النوافل وهقولك ايه اكتر نوافل ربنا بيحبها في الصيام ده شخص بيدور على رضا ربنا وسدق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ان الصيام بيعمل سيطرة وهيمنة للروح على النفس فيبقى الانسان مراده هو مراد ربنا وده العلاج الاكبر لكل انسان شهوته اقوى منه انه يدربها ان يقولها لأ بالصيام سواء في رمضان بس ده مش موضوعنا النهاردة انا بتكلم النهاردة على واحد من غير فرض رمضان يحرم نفسه من الحلال رجاء ان روحه توصل بمولاه